عبر الهاتف من دبي مع الدكتور شريف فايد استشاري أمراض الجهاز تنفسي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور شريف إلى أي درجة هناك حالات فعلا تتأثر سلبا يصل الموضوع إلى أمراض سكري وقلب كما سكر الدم والقلب كما ورد بهذه الدراسة طبعا لا وأن فيه نسبة كبيرة جدا من الأشخاص وخصوصا اللي عندهم وزن زيادة بيكون عندهم متلازمة توقف النفس أثناء النوم ووجدوا أن حوالي 20% من حوادث التائرات بتكون نتيجة انقطاع التنفس أثناء النوم اللي بيؤدي إلى أن الشخص بيحس بالنعاز طول اليوم وبيؤدي إلى نومه في أثناء القيادة فده موضوع مهم جدا لازم نتطرق إليه وعندي مرضى كتير لما بنعملهم دراسة النوم بنجد أن عندهم مرض توقف نفس أثناء النوم ولما بيتعالجوا منه بصورة مضبوطة ضغط الدم بينتظم السكر بينتظم وبيتوقف عن استخدام جميع العلاجات ويصل في حالات يصل بها الموضوع إلى الإصابة بالقلب بسبب انقطاع النفس أثناء النوم بالضبط بيوصل لتسلط الشرايين والجلطات الدماغية وجلطات القلب وعدم انتظام دربات القلب وعدم انتظام السكر وده شيء مهم جدا عوارض انقطاع النفس أثناء النوم كيف أعرف بأنه هذا يحدث؟ هو طبعا بيقى فيه كوشنير أو أسئلة ممكن بنسألها للمريض أول حاجة أنه بيبقى فيه شخير أثناء النوم بصورة عالية أن الناس الموجودة معاه في البيت أو في المنزل أو زوجة الشخص بتقوله أنت نفسك بيتوقف بالليل في أثناء النوم أنه بيصحم النوم بصباح تعبان مرهق عنده صدع مستمر متى أنه منامش خالص وفي نفس الوقت بيكون فيه قلة في التركيز أثناء اليوم وكثرة النعاس في أثناء اليوم في الأماكن العامة في السنمة ممكن أنه ينعف بسهوله بس الشخير ليس له صلة بهذا الموضوع صحيح؟ لا مش بالضرورة طبعا لكن مش بالضرورة طبعا طيب أنا أشكرك جزيرة من دبي دكتور شاريف فايد استشاري أمراض جهاز تنفسي